هنبتدي اليوم بموضوعنا مثل ما كنت عم بحكي عن تمكين المرأة السعودية وهو موضوع هام وملحوظ بالسنوات الأخيرة خصوصا أكيد شهدت المرأة السعودية تغيرات كتير كبيرة بالقوانين وبالسياسات اللي أثرت على حياتها وحقوقها يمكن هيدا الموضوع ازداد بالفترة الأخيرة ولكن بالتأكيد إلو تاريخ وإلو فترة طويلة كان عم بيصير على مدى التاريخ وكان عميشها التطور كتير كبير على مر العصور اليوم هنحكي عن هذا الموضوع وكيف تمكين المرأة في المملكة العربية السعودية كان على مر العصور وكيف وليش وأديش أهمية تطوره في الفترة الأخيرة خلوني رحب بضيفتنا الموجودة معنا داخل الأستوديو الأستاذة الدكتورة سلمة هوساوي أستاذ التاريخ القديم بجامعة الملك سعود أهلا وسهلا فيك معنا خليني شوف كمان مستمعينا إذا عندهم أي استفسارات بخصوص موضوعنا لليوم بيقدروا يكونوا معنا على الهوى على 0-11-500-200-200 إذن 0-11-500-200-200 وخليني بلش معك أستاذة سارة يمكن المملكة مثل ما كنت عم أقول سلمة 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 سوري ما أعتذر أستاذة سلمة يمكن المملكة مثل ما كنت عم أقول أنه شهدت العديد من التغيرات والإصلاحات اللي ساهمت بتمكين المرأة السعودية بالعقود الأخيرة كان في إصلاحات كتير مهمة بتهدف لزيادة حقوق المرأة ومشاركتها بالمجتمع والتنمية شو أهم الأشياء بهذا الموضوع اللي ممكن تحكي لنا عنها بسم الله الرحمن الرحيم بداية شكرا لكم الاستضافة المرأة السعودية حظيت باهتمام ورعاية على مرأة العصور التاريخية وكانت شريكة للرجل في السلم والحرب وقامت بالعديد من الأعمال على مرأة العصور فكانت تعمل في مجال الزراعة وفي مجال الرعي وحلب الأغنام وكانت تعمل أيضا في دبغ الجلود وحتى بعض التراث الثقافي الغير المادي الذي سجل على قائمة التراث العالمي كان من أعمال المرأة على سبيل المثال حياكة السدو كان من أعمال المرأة سجل عام 2020 كتراث ثقافي مشترك على قائمة التراث العالمي كذلك القطة العسيري من أعمال المرأة النقش على الجدار وتزيين منزلها كان من أعماله والآن سجل على قائمة التراث العالمي هذا الدلالة عن أن المرأة كانت متمكنة وكانت تعمل منذ العصور القديمة كذلك كانت المرأة تهتم بالأوقاف خاصة أوقاف للمحتاجين أوقاف لطلاب العلم كانت توقف بعض الكدب لمعرفتها التامة بأن التعليم ركيزة أساسية في عملية التنمية وبناء الدولة نعم يمكن ذكرت إشياء كثير مهمة كل النساء على مر العصور دائماً كانوا يشتغلوا وإشياء مثل ما حضرتك ذكرتي دائماً المرأة يدها بإيد الرجل إذا منرجع للتاريخ بتشتغل وبتشيل وبتحط مثلها مثل ولكن القوانين كانت غير منصفة لها بكتير من المحلات الأيام عم تتقدم وعم بيصير في قوانين منصفة بالرغم مثل ما قلت تقريباً إيدها بإيد الرجل كانت اليوم شو أهم القوانين على مدى التاريخ اللي كانت ربما مشحة في نوعاً ما ومع الأيام وعلى مر العصور تطورت وكيف تطورها كان شوي شوي لحد معا نحنا وصلنا لها اليوم نعم صحيح بالنسبة لي تطور هذا القوانين في البداية كانت ليست قوانين واضحة ولكن المرأة كان لها دور ومكنت على سبيل المثال منذ عصر الملك عبدالعزيز طيب الله ثرى كان فيه اهتمام بالمرأة أول ما وحد الدولة اهتم بالأمن الأمن عدى إلى الاستقرار الاجتماعي وبدأ بالاهتمام بالمرأة وتمكينه فكان من صور هذا التمكين أخته الأميرة نورة بنت عبد الرحمن كانت هي مستشارة الخاصة وأسند إليها أيضاً مهام استقبال النساء الأجنبيات وأسند إليها كذلك شؤون العائلة الملكية أضف إلى ذلك كان يخصص وقت خاص استقبال النساء والاستماع إليهن وقضاء حوائجهن وسار على نهجه كذلك أبنائه من بعده على سبيل المثال هذه حقيقة وليس مثال الملك سعود طيب الله ثرى اهتم بالتعليم خاصة ليقينه بأن هذا هو ركيز أساسي في التنمية وتعليم المرأة تحديداً ففتحت المدارس وانشئة الرئاسة العامة لتعليم البنات وكذلك اهتم النساء أنفسهم بتعليم المرأة فبدأت نشوء الجمعيات الخيرية النسائية مثل جمعية سيهات في المنطقة الشرقية وجمعية النهضة الخيرية النسائية في منطقة الرياض فبدأ الاهتمام فكانوا يعلمون النساء القراءة والكتابة والمهن وسار على هذا النهج أيضاً الملك سعود اهتم بالمرأة واهتم بتعليمه وزوجاته وازداد ظهور الجمعيات الخيرية واهتمامهم بالتعليم وكان نتاج هذا الأمر أن تم تأسيس دار الحنان عام 1955 كأول مدرسة نسائية في منطقة جدة في ذلك الوقت من التاريخ وسار على هذا النهج أيضاً الملك خالد واهتم بالتعليم العالي للمرأة وصولاً لعهد الملك فهد اهتم بابتعاث النساء إلى الخارج ليعدنا وأكدنا دورهم الكبير في التنمية وفي عهد الملك عبدالله طيب الله ثراه ورحمهم أجمعين اهتم بالمرأة وزارت مشاركتها في المجالس البلدية والأمر الأهم في ذلك الوقت هو تخصيص 20% من مقاعد مجلس الشورى للنساء وصولاً لعؤية المملكة 2030 عهد سيدي سلمان وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان اهتم كثيراً بالمرأة وبرزت بشكل كبير وصدرت العديد من القرارات التي ساهمت بوجود المرأة بشكل بارد فكانت هذه القرارات التي ساهمت على سبيل المثال مشاركتها في المجال العسكري والدبلماسي مشاركتها أيضاً في المجالس البلدية قرار التحرش قانون التحرش قرار أيضاً آخر وهو السماح لها بالسفر واستخراج جواز السفر والتصريح هذه كلها حتى المحاهميات زاد عدد الرخصة التي تم استخراجها وطبعاً أبرز نتائج هذه الرؤية التي كان لها دور كبير أن أصبح النسب إنجازات أصبحت الإنجازات واضحة ومن هذه الإنجازات 38 من أعضاء المجلس البلدي من النساء 69 نسبة عمل النساء في المجال التطوعي 60% تقريباً كانت في عام 2018 كانت ميزانية خصصة من ميزانية الدولة لتعليم المرأة كذلك 58% كانت مساهمة النساء 32% كانت مساهمة النساء في سوق العمل أما 58% كانت نسبة زيادة عدد سيدات الأعمال واستفادتهن من الجهة المهتمة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة وهذا النسب تعود لعام 2020 فالآن أكيد النسب زادت وتغيرت وأصبحت أكثر وضوحاً اليوم لما المرأة السعودية بما أنه نحكي عن المرأة السعودية بتكون بأماكن قيادية مثل ما حضرتك ذكرت قدي مهم هيدا الموضوع وقدي بينعكس على المرأة السعودية بصفة عامة وعلى القرارات والأشياء اللي بتتخذ بهذا الخصوص مقارنة بقبل لما ما كانت موجودة بأماكن قيادية وأماكن مهمة طبعاً انعكس هذا في نسبة مساهمتها في التنمية وهذا الانعكاس بيكون بارز في الأعمال التي تقوم بها فعلى سبيل المثال نجدها متواجدة في كل مكان لأن هذا التمكين انعكس في شخصيتها انعكس في الأسرة حتى في الأسرة ايه بينعكس بالتأكيد يمكن كمان على الأشياء اللي بتخص العيلة لأنه قد ما كان الرجل موجود في أماكن قيادية بدوا ياخد قرارات بها الخصوص غير المرأة المرأة هي اللي عايشة بالبيت هي اللي بتعرف المشاكل اللي بتواجهها العيلة أكتر يمكن الاحتياجات للأطفال إلى آخره نعم برز هذا طبعا الانعكاس في الجهود التي تقوم الآن الحالية مثلا زيادة عدد الجمعيات النسائية زيادة عدد الجمعيات النسائية الخيرية التي تهتم بالأسرة تحديدا طبعا هذه الجمعيات نشأت منذ عام 1963 وصولا إلى وقتنا الحاضر وأصبحت هناك جمعيات تخصصية تهتم بالأسرة والتعليم لأفراد الأسرة وهناك جهة أخرى أنعكس ذلك فيها وهي مجلس شؤون الأسرة الذي يهتم بالمرأة والأسرة والمجتمع والنهوض بهذه الأسرة وفي مجلس شؤون الأسرة لجنة خاصة بالمرأة تعمل على الاهتمام بجميع قضايا المرأة أضف إلى ذلك المرصد الوطني للمرأة الذي يعمل على رصد جميع إنجازات المرأة محليا وإقليميا ودوليا ما فينا اليوم نحكي عن تمكين المرأة بالمملكة العربية السعودية وما نتوقف عند بتصور سنة 2018 وهي السنة التي تم رفع حذر القيادة على المرأة السعودية كان حدث عالمي كان دائما لما ينحك عالميا عن المملكة العربية السعودية وعن النساء يمكن هذا الموضوع أكثر موضوع كان يتم التطرق لأله اليوم لما تم رفع حذر القيادة عن النساء السعودية يمكن هذا الشيء فتح المجال للمرأة للقيادة والتنقل بحرية كثير كمان من القوانين مثل ما حضرتك ذكرتي قوانين الأسرة بالتحديد والعمل سنة لتوفير سهولة للمرأة أكبر إن كان بالطلاق وإلى آخره إذا بدنا نتوقف عند حذر القيادة كيف تشوف فيها وشو ممكن هذا الموضوع أهميته أهمية الموضوع مهم غير حتى الصورة الذهنية المأخوذة عن المملكة أنها لا تدعى النساء يعملون مثل ما يريدون مع أن المرأة كانت تعمل ولكن هذا الأمر أثر حتى على الدخل للأسرة أصبحت تستغني عن السائق أصبحت المرأة تذهب وتعود متى ما تريد أيضا في حال حدوث أي ضرف حاجة طارئة تستطيع المرأة أن تذهب إلى العمل إلى المنزل إلى أي مكان تريد تستطيع المرأة هذا القيادة من خلال وجودي مع النساء واهتمامهم وحتى أصبحوا النساء لا يوجد خوف أن المرأة تقود تعلمت وهناك من النساء من كنا يقودنا قبل حتى أن يصدر القرار ولكن في أماكن محددة وعندما صدر القرار هناك كان في فرحة من معظم المجتمع لم يكن هناك غضب أو زعل وإنما الرجل هو الذي كان يعلم زوجته كيف تقود الأخ الزوج العم الخال كان هناك فهذه التغيرات التي نشهدها الآن وتسارعها في المملكة العربية السعودية يعطينا دلالة على مدى وعي المجتمع وقبوله لهذه التغيرات لم يكن غاضب بالعكس هو جاهز لهذه التغيرات هو مؤيد وكذلك يعطينا دلالة على الوعي العالي للمجتمع هو جاهز وحتى بتحسي الطرف الثاني اللي هو الرجل بالحياة لأنه حتى مش داخل المملكة العربية السعودية ولكن بكل دول العالم الرجل أصبح بحاجة وبحاجة ميسي إلى أنه المرأة تكون موجودة وتساعد وتشيل معه يعني الحمل معد سهل فوجود طرف بالعلا كان بالتحديد مثلا الأم نعم والدليل أنه المثل المعروف وراء كل رجل عظيم امرأة طبعا المرأة ركيلة أساسية امرأة سعيدة امرأة سعيدة نعم صحيح ديها التغيرات بتمثل خطوات كتير مهمة نحو تمكين المرأة السعودية ولكن بالتأكيد بعد في تحديات تحتاج المرأة لمواجهتها يمكن الأشياء اللي ذكرناها كمان بعد بده وقت لتصير مية بالمية متطبقة وبالأسلوب اللي بيضل يضل فيه أشياء بحاجة إلى يمكن تعديل أكثر اليوم شو أهم التحديات برأيك اللي بعد المرأة بحاجة لألها لحتى تكون مرتاحة أكتر نعم من وجهة نظر المتواضعة وفي اعتقادي الجازم أن التحديات ما حد فيه تحديات تجاوزنا مرحلة التحديات المرأة تستطيع أن تعمل في المجال الذي تريده تستطيع أن تصل إلى المكان الذي تريده ولكن لا بد يكون لها رغبة داخلية التمكين موجود الدولة تدعم تدعم المرأة وتدعم الأسرة وتدعم حتى الرجل ففي اعتقادي الجازم لا يوجد تحديات إلا إذا كنت المرأة هي التي تختلق التحديات لنفسها أما الآن في المملكة العربية السعودية نهائيا لا يوجد تحديات من وجهة نظرية وفي اعتقادي أيضا وأكررها الجازم لا يوجد تحديات وأكبر مثال على ذلك شعار اليوم الوطني نحلم ونحقق جميع أحلام المرأة تحققت وكل ما تريد تستطيع أن تفعله تعمل في جميع المجالات لا يوجد مجال الآن في المملكة لا تعمل فيه المرأة يعني صار تقريبا بيعتمد عليها هي نعم بشكل تغير مثل أي امرأة موجودة في أي محل القوانين موجودة التمكين موجود ولكن أنت كيف بقى بدك تستغلي كل الفرص المتاحة الفرص الموجودة وهي التي تخلق التحديات أما تحديات واضحة لا يوجد تحديات إذا بدأت توقف معك عند أشهر النساء السعودية اللي كان لهم باع طويل بتاريخ المرأة السعودية ما رح أتكلم عن النساء في الفترة الحالية لأن النساء في الفترة الحالية لدهم كبير أخاف وأذكر اسم وانسى اسمه شخصي زال ولكن سوف أتحدث عن النساء التي يعود إليهن الأساس هم البنية الأساسية على سبيل المثال النساء التي كنا في الدور الأول والثاني للدولة السعودية ومروا مصولا لعصر عهد التوحيد عفوا فعلى سبيل المثال عندنا جليلة بنت عبد المحسن اهتمت بإيواء المسافرين كانت تهتم بإيواء المسافرين وتقديم الطعام وكانت لهم وكانت هناك فنادق خاصة فيها بعد ذلك أوقفتها لله سبحانه وتعالى وهذه الاستراحات والفنادق سميت بخان جليلة والتي حرف الآن إلى حي خانشليلة شرق منفوحة في منطقة الرياض هو في الأساس وقف كان المكان وقف لأعمال الخير لهذه السيدة نأتي لسيدة أخرى وهامة وهي موضي بن سلطان كزوجة المؤسس الإمام محمد بن سعود كانت تهتم كثيرا بطلاب العلم وبالأوقاف ولديها وقف في حي طريف التاريخي شرق قصر سلوى يتكون من طابقين وهذه الطوابق تتألف من غرف للطلاب وغرف للنوم والأكل والطعام ومسجد ويسكن فيها طلاب العلم والمسافرين والتجار امرأة أخرى لا تقل أهمية عنها وهي موضي البسام التي اهتمت واللقبت بسيدة العمل الخيري وشاركت في العديد من المجالات العسكرية والاجتماعية كذلك غالية البقامية التي غالبا لا نجد لها ذكر كثيرا ولكن كذلك كان لها دور عسكري واجتماعي خاصة في موقع التربا رد الجيش العثماني في تلك الفترة ساهمت في عداد الجيوش ودعمها ودعم المجتمع أيضا واستطاعت أن تقف بدعمها في وجه اثنين من الجيوش التي وجهت لتربا كان الأول بقيادة مصطفى بيك والحملة الثانية بقيادة أحمد بن توصون فكان لها دور واضح ومؤثر في تلك المعركة حتى بأنهم كانوا يشبهونها بالساحرة ويخافها الجيش المعادي والجيش العثماني فعندما يرونها على حصانها متوشحا بعبايتها فكانوا يخافون ويهرب الجيش منها كذلك طرفة بنت محمد الخريف اهتمت بيئة تعليم وتعليم البنات خاصة أصلا وتعليم البنات واهتمت بيئة تعليم وكان لها كتابها الخاص في حري ملاء ثم انتقلت إلى منطقة الرياض وكرست حياتها تماما لتعليم البنات إلى أن انشئت الرئاسة العامة لتعليم البنات وبدأت تعليم النظامي ولا نخفل نورة بنت عبد الرحمن الأميرة نورة بنت عبد الرحمن أخت الملك عبد العزيز ودورها في مساندة الملك عبد العزيز وتشجيع على استعادة الرياض كذلك مؤسسة جمعية النهضة الخيرية التي اهتمت كثيرا بتعليم المرأة القراءة والكتابة ودعم الأسرة المحتاجة كانت الأميرة سارة بنت فيصل وهنا نرى أن النخبة من النساء كان لهم حس عالي بالاهتمام بتنمية الدولة وبالمرأة وفهمهم الكبير لأهمية المرأة ودورها في التنمية نعم اليوم إذا بدنا نتوقف اليوم يعني عم نسمع منك أسماء كتير مهمة محفزة أكيد لو الواحد بيرجع للتاريخ بيرجع لأصاصهم بيرجع للي قدموه قديش بيكون محفز لإله حتى يكونوا هذيك الأيام أصعب بكتير من هذه الأيام كان فيه تحديات قوية طبعا اليوم الأمور صارت أسهل بكتير ولكن بيضل في دور للجهود النسائية حتى يرفعوا المستوى التعليمي ويحسنوا المستوى المعيشي اليوم المرأة شو المطلوب منها إن كان هاو دلي بيبقوا بارزات في مجال يمكن رفع التوعية والمرأة العادية المرأة العادية أبدأ من المرأة العادية المرأة العادية يجب أن تهتم بتعليم حتى لو لم تكن متعلمة تعليم الكافي يجب أن تعمل على تعليم أبنائها أن تقوم بنصحهم أن تخرج الأسر هذا ذوي الدعم الدخل المحدود من اعتمادهم الكامل على دعم مثلا الحكومي سواء من خلال البرامج الموجودة الضمان الاجتماعي حساب المواطن وغيرها من البرامج يجب أن تحفز أبنائها عنه على أن يكونوا قدوة لهؤلاء الشخصيات البارزات التي نراهم دائما في التلفزيون يجب أن تواعيهم وتوضح لهم أهمية التعليم لأن من خلال التعليم تظهر النهضة النهضة فهذا هو دور المرأة ودور أيضا الجمعيات الخيرية التي تدعم ذوي الدخل المحدود يجب أن يكون توعوي أكثر مما هو تقديم الدعم علموهم كيف يقومون أسرهم علموهم كيف يخرجون إلى سوق العمل وهذا الأمر سوف ينهض بالدولة بشكل عام أما المرأة الأخرى والقيادية والتي وصلت إلى أعلى المناصب فهذه يجب أن تكون قدوة ويجب أن تحافظ على هذا المظهر والمكانة التي وصلت إليها ويجب أن لا ظهو حتى ظهور الإعلام لأنها تكون ظاهرة دائما فحتى في حديثها حتى في كلماتها لابد أن تقدم الكلمات المحفزة للمجتمع لأن المتابعين كثر سواء عبر الإذاعة أو عبر الشاشة فبالتالي هي لابد أن تظهر بالمظهر اللائق الذي يلق بالمملكة العربية السعودية محليا وإقليميا ودوليا نعم اليوم أستاذ سلمة وحضرتك مدرسي بالجامعة وبتقابلي بالتأكيد طالبات كيف تشوفي الصبايا والفتيات من الجيل الجديد ودائما بيكون صعب هيدا الجيل اللي بيكون موجود بين كل شيء قدامك مفتوح التمكين التطور وإلى آخره وفيه جيل سابقه قبله بعده ومش عم يستوعب يمكن اللي عم بيصير من أم أو باي في بعض الأحيان بيحاولوا يحدوا من أنه هؤذي الفتيات ينطلقوا يمشوا وراء أحلامهم ويركدوا كيف تشوفيهم بقلب الجامعة شو أهم ملاحظاتك بصراحة الطالبات في محيط الجامعة سعيدات جدا بالتطور حتى الجيل السابق والجيل الذي قبله دائما ما أسميه جيل الألفين وجيل الثمانينات والجيل السبعينات نعم والآن جيل هذا الجيل الجديد أسميه جيل الرؤية نعم هما أجمل مسمى هذا الجيل عندما يعني أثناء مروري في يعني في الساحات أو في الكفهات اللي يشدك ناد ناد عادة تلاقي خلفية الجوال أو حتى حافظة الجوال تحتوي علىه يا صورة الملك سلمان أطال الله في عمره أو صورة الأمير محمد بن سلمان لأن وجهة نظر هذه الطالبة وهذه التي تعتبر جيل المستقبل الجيل من المرأة المستقبل فيه فرحة فيه ارتياح فيه ولاء عظيم لولاة الأمر لهذه القرارات التي صدرت الطالبات بشكل عام سعيدات وسعيدات جدا وعند لديهم طموح ليس مثل الثاب السابق تريد فقط المرأة أن تتخرج وتذهب إلى المدرسة وتدرس طالبات أو تقاعد كان هم المرأة في السابق أن تكون معلمة الآن لا اختلف الوضع تسمع أي دراسة يفوتوا مجالات تستغرب منين جايب نعم تفكير مجالات مختلفة ومتنوعة لهم اهتمامات خاصة حتى التي تخرجت في القريب ودرس التخصص معين ولكن لديها طموح تدرس تخصص آخر فيه رغبة في الوصول فيه دافعية داخلية فيه اهتمام فيه اهتمام فيه رغبة للوصول فيه رغبة لرد الجميل لهذا البلد الكريم نعم سمتيه نجيل الرؤية وفعلا أحلى تسميه شو دور في رؤية عشرين ثلاثين لهم دور كبير رح يقومون بنهضة الدولة رح يكون جيل مغاير بتفكير مغاير ورح يقدم دعم لجميع قطعات الدولة على اختلافها رح يكون داعم هذا الجيل وحاضر وبقوة في المستقبل نعم ان شاء الله شكرا لإلك دكتورة سلمة وسيوي أستاذ التاريخ القديم بجامعة الملك سعود شكرا جزيكم شكرا لإستطافة